التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت رينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخلال اجتماعه بوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تلك الجهود لرصد المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل تنفيذ الحلول المناسبة لها تنطلق اليوم خامسة جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع وتشهد جلسات المحور المجتمعي إنعقاد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي ضمن قضايا المحور المجتمعي لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ستبحث لجان محور المجتمعي أيضا مشكلات ما بعد الطلاق وكان الحوار الوطني قد شهد خلال الأسبوع الجاري انطلاق خامسة جلسة المحورين السياسية والاقتصادية طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وحرص بلينكين على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتم تبادل وجهة النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها سودان وليبيا والقضية الفلسطينية حيث حرص شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا ثمن بلينكين الدور الهام الذي تطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان مبرزا حرص الولايات المتحدة على التنصيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في سودان أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على الحكم في النيجر رفضها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس ردا على الأحداث التي تشهدها البلاد ووصفتها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية وشددت المجموعة العسكرية على أن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة مؤكدة على أن الغالبية العظمى من الشعب وضعت فيها ثقتها لإنقاذ الوطن حسب تعبيرها وجهت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ إجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر وأعلنت وزارة الخارجيات الأمريكية أنه نتيجة لتطور الأوضاع الأمنية في النيجر سيتم مغادرة الموظفين الحكومين غير الأساسيين في السفارة مع عائلتهم كما أعلنت رفع مستوى التأهب للنيجر من الدركة الثالثة إلى الرابعة ناصحة جميع مواطنيها بعدم السفر إلى هناك بسبب الوضع الأمنية وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مكالمة هاتفية بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر وجهت فرنسا اتهامات إلى روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر على نحو متعمد من خلال تدمير بناء تحتية أساسية لتصدير الحبوب وفي بيان لها قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن روسيا تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب سكاني الأكثر ضعفا عبر رفع أسعار المنتجات الزراعية ومحاولة منع أحد منافسيها الرئيسيين من تصدير منتجاته وهي أوكرانيا وأعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية أليكساندر كوبراكووف أن الضربات الروسية التي استهدفت منشآت تابعة لميناء أوكرانية على نهر الدنوب أدت إلى إتلاف حوالي 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير ترجمة نانسي قنقر